لو أعطيكم قصة قصة لها دخل في الخير وحب الناس في الخير أنا أذكر في أحد البرامج في المجد وهذه سبحان الله كانت مصادفة معرفة هذا القصة ماشاء الله فيه كانت عائلة تحب أنها دائما تشارك في البرامج عائلة عائلة دائما ما تشارك في البرامج وتتصل بشكل متكرر وتساحم في المشاركة الله يزاها خير فازوا فيه أحد الأيام فأحب أحد الشباب المسؤول عن الجوائز يسألهم سؤال يقول إيش سر أنكم قاعدين تشاركون ليش مثلا أنتم مثلا تشاركوا في هذا البرامج وبعدين تشاركوا في برامج ثاني أخوك يشارك هنا أختك تشارك هنا فيه سر أكيد الموضوع فأهم وش قالوا قالوا إحنا مبلغ الجائزة نسدد فيه اشتراك المجد الله أكبر إنما نقدر نسدد اشتراك المجد إلا بهالجائزة وإحنا ساعين نأخذ الجائزة عشان نسدد الاشتراك الله أكبر حبهم للخير إنهم ما يتوقف عنهم أولا الاشتراك وإحنا مثلا ما نعرف أصلا شبكة المجد ما هي بقناة ربحية هي قناة وقفية ودائما ما يحرص الإخوة فيها إلى أن أي شيء يسوق هو سيعود إلى برامجها التي ستنتج من جديد الله أكبر فمثل هذا الخير شوفوا الآن حرصهم على أن يشارك مو المقصد أني والله أنا أجمع مال أو عندي زيادة عشان يدخل القناة يبقون خير زيادة الله أكبر الله أكبر وهذا وهذا ولهم المستفيدون وكذلك وأنت المستفيد الذي ينزاهم الله خير لما تعاونوا الله لما قال وتعاونوا على البري والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنت الآن لما تزاهم الله خير شاركوا في البرنامج هذا ويشاركوا في البرامج ثم يريدون أن هذه القناة المباركة تستمر وودوا ميشاركوا في هذه القناة أقول هنيا لهم بس شوفوا الهم شوفوا يعني أنا عجبني مثل هؤلاء